اهلا بحضراتكم من جريد يعني اللي هم بصمة برضو على فريق 2006 ما شاء الله عندنا في النادي الاهلي سبع لعيبة في منتخب مصر عمر كامل حارس مرمى احمد محمد عبدين نشان مصطفى يوسف اسلام عمر سيد معوض والتوقع من ابراهيم وحسام عادل شفت منتخب مصر النشئين وشفت ما تشاتهم ازاي بالاول طبعا انا اشكركم على الريبورت يعني حكى القصة في عجالة لكن الريبورت مميز جدا اشكركم يا كبتون وحسام بشكر الفريق الاعداد على الريبورت المميزة طبعا تابعت مباراة المنتخب عندنا عناصر مبشرة موجودة في المنتخب حوالي سبع لعبين كلهم عناصر ان شاء الله تكون يعني مبشرة في المستقبل للنادي الاهلي والمنتخبات قدوا بصورة جيدة جدا معهم مدارب مميز كابتن محمد وقهبة دول طبعا حسام وابراهيم توقم توقم لعبة مميزة جدا ومعهم بقيت زميلهم قدوا بصورة مميزة في المباراة البطولة اعتقد كانوا الاحاق بالفوز فريق منظم معهم جهاز فني على اعلى مستوى كابتن محمد وابرا وكابتن مؤمن عبد الغفار وكابتن عصام عبدو اعتقد انهم قدوا بصورة مميزة جدا جدا مع ان الاعداد ما كانش بصورة بصورة كبيرة ديقة لكن ربنا كان المجهودهم بالفوز بالبطولة ما فاش تكون معايا ولازم اسألك في حاجة مهمة حاجة محيران انا على المستوى الشخص كابتن سامر بلعب حسام عادل رأس حربة كابتن محمد وهبة تلاقيه بلعبه مساك ولعبه رقم 6 وسط مدافع ابراهيم عادل قال ايه مرة بيلعب في نص ملعب كابتن وهبة بيلعبه بك رايت هل النهاردة حتة ان حسام بيلعب مهاجم في نادي الاهل المدافع في متخب مصر ممكن تشوش عليه بلغة الكرة ولا النهاردة هو القماشة كبيرة اصلا النهاردة من مهاجم المدافع فيه جاب كبير الحتة اللي برضو عايزك تفسرها لي طبعا الفكرة الفكرة في الاساس بتغيير مراكز اللعب في السن في السن المبكر دي حاجة مميزة جدا ليهم حقيقة والدليل ان الكابتن وهبة لما بيجي حتى يختار العناصر لما بيلاقي مثلا حسام ابراهيم عمر سيد معوض في مجموعة بتلعب في كذا مكان فبتسهل عليه المأمورية ان اللعيب ده يعتبر باتنين وثلاث لعيب لانه بيلعب في كذا مكان فلما بيجي هاخد قائمة من عشرين لعب وعنده كذا لعيب بيقدي في كذا مركز فطبعا دي بتسهل عليه طبعا فكرة ان انت بتغير مراكز اللعب مش بتيجي مش بتيجي كده صدفة يعني حسام بدأ الموسم معايا في في سير دي باك لكن في خلال المباراة حتى لان انا بلعب بنلعب لنا طريقة لعبه معنا وشكل مواجه ما شاء الله بيقدي فيها بشكل معين فقدرت ان ان انت تكتشف وانت بتأدي بالاسلوب والطريقة اللي انت بتأدي بيها من بداية فترة الاعداد ان هو عنده عنده مميزات تقدر تشتغل في الجزء الهجومي بدأنا معايا وطبعا مش فجأة لكن بدأنا بدأت اشتغل معايا وبدأت اشوف المكان اللي اقدر استغل فيه موهبته لانه عنده موهبة على المرمى مميزة جدا جدا بتعرضونا شباب كده مباراة الاهل والموالين اللي احنا زعناها هنا كان يتأخذ مباراة الفرية 2006 وحسام عادل هو بيحرز هدف من نص الملعب والهدف الاول للنادي الاهلي فطبعا خدنا خدنا وقت يعني حسام اشتغل معايا في الاول في الوينج وبعد كده لعبته عشرة عنده مجموعة من المميزات تقدر تستغلها في الجزء الامامي سواء في الوينج او كمهاجم والدليل انه هو جايب 12 جول كلهم جول متنوعة بالرأسه بالرجل الاتنين واختراقات باسلوب وانفرادات يعني عمل مجموعة من الاهداف تبين قد ديه عنده المهيبة في الجزء الهجومي فالفكرة يا شباب انتوا معايا اولا ايه اهداف حسام عادل اتجي حضروها طيب بحضروها دلت عشان يبقى احنا الكلام متسق مع الكلام الكابتن سامر بيقوله بالزبط فمش حسام بس كمان ابراهيم ابراهيم كان اساس مركزه بيلعب ستة بدأت الموسم معاف وفترة الاعداد ان انا اصدفته في مركز عشرة ان بلعب بطريقة لعبة معينة فكنت محتاج يبقى عندي عدد في الجزء اللي قدام شفت ابراهيم برضو عنده موهبة على المرمى دي المباركة اه شفت ده حسام عادل وهو بيلعب في مركز المهاجم وبيحرز هدف من الهداف الحلوة كأنه مكانه بالزبط ما شاء الله الاماشا والفكرة عنده بيلعب في اي مركز بيجيت فيه بشكل كبير لا مش كأنه هو مكانه ده حتى لو رجعته مساك هتلاقيه كأنه بالزبط برضو نفس مركزه يعني بيلعب فيه بدي فيه بشكل مميز يعني هي الفكرة ان انت مش بعمل كده لأهداف شخصية انا مش من طبيعة ان انا ببص للمكسب القريب او ان انا لعب على البطولات بس لكن انا ببص لنادي الاهلي ببص المستقبل للعبين في السن الصغير ده فلما انت تقدر تساعدهم ان هم يقدر في كذا مركز هم كمان مش بيقدر في كذا مركز بس احنا كمان لعبنا بطرق لعب اشرح لنا برضو ما شاء الله مع كل تغيير طريقة لعب وانت بتبتدي بيها الشروط التاني وانت كسبان اللعبة عندها مرونة تكتيكية عليها جدا مرونة تكتيكية وزكاء داخل الملعب عايز اقول لك كابتنو حسان ما الحاجات دي مش منفراغ احنا مش فاجأ كده بيطلع لا الهدف متاع حسان عادل اللي كان من نص الملعب هدف من الهدف الحلو مش فاجأ بيطلع في دماغنا او بنقرر ان احنا هنغير طريقة اللعب فكرة في الاساس فكرة ان انت السن الصغير ده بالذات طبعا والسن الكبير بس سن الصغير ده بالذات لما بتشتغل معه بكذا طريقة لعب وبتشتغل معه اللعب يقدر يعدي في كذا مركز انت بتفيد اللعب وبتفيد نادي وبتفيد المنتخبات والدليل ان الكابتن وهبة هو نفسه عمل نفس اللي احنا بنعمله يعني ابراهيم انا تابعتم مباريات البطولة ابراهيم لعب في 3 ا4 مراكز حسام لعب سير دباك ولعب مهاجم فبيبقى دي ميزة ان عندك مدرب برضو خبرة ومدرب مميز زي كابتن وهبة قدر ان هو يكمل زي ما احنا ما بنكمل شغل الناس اللي قابلينا في النادي الاهلي كابتن أسامة زاكي والكابتن سيد غريب اللي كانوا مسكين فريق 2006 واحنا في النادي الاهلي عندنا مدربين يعني على اعلى مستوى كلنا بنكمل بعض كابتن محمد وهبة برضو شوف ان هو من الزكاء والحكم ان هو تصرف بخبرة عالية وقدر ان هو ما يقولش انا يعني هستمر على حاجة ما لا قدر برضو ان هو يستغل اللاعبين اللي بلعبوا في كذا مركز بالزات من عندنا في النادي الاهلي يعني عمر سيد معاوض لعب مهاجم معاه ولعب في اليمين ولعب في الشمال زي ما بيلعب معنا بالزبط وده مهم جدا اللاعب عنده مرونة في الملعب انه يلعب في كذا مركز